تولي مبادرات حلحلة الأزمة التي تشهدها البلاد لم يفضي بالضرورة إلى انفراج للانسداد الحاصل أحزاب وشخصية معارضة تخرج باقتراحات جديدة لكن التجسيد على أرض الواقع يبقى مؤجل الجمعة الثالثة عشر من الحراك عقبتها مبادرة أسلة الكثير من الحبر وخلفت ردودا بين مرحب ومستهج أحمد طالب الإبراهيمي يمضي رفقة الجنرال بن يلس والحقوق علي حي عبد النور بيانا يدعون فيه قيادة الجيش للتحاور مع ممثلي الحراك البعض يتسأل أين هم ممثلوا الحراك لم نرى إلى غاية الآن مبادرة تتوافق وتتطابق مع مطالب الإرادة الشعبية على الأقل من النحية العملية إذا نجحنا في تعيين شخصية وفقية على الأقل لا أقول تحق الإجماع ولكن على الأقل تحظى بقبول شعبي يمكن عبر هذه المبادرة الموضي نحو ترجمة كل هذه التصورات إلى إجراءات عملية على نقي ذلك يرى آخرون أن الأسماء المطروحة إعلاميا يمكن أن تمثل الحراكة رغم انتقادها من طرف البعض فالتحاور مع هذه الأسماء قد يفضل حل يرضاه الجميع أعتقد أن مسألة الحراك الذي يرفض التمثيل في الحقيقة هو تغييب للتمثيل وليس الرفض للتمثيل هناك سياسة شيطانة الممثلون الذين يظهرون والمعروفين يعني هي شخصية تتداول على المواقع الاجتماعية تتداول في الإعلام تتداول في الشارع دوكية معروفة بيان الإبراهيمي بن يلس وعليحي عبد النور سبقته اقتراحات أفرزتها أحزاب المعارضة مبادرات وإن وصفت بالواقعية لكن قبولها ميدانيا يبقى مؤجلا ويؤجل معه انفراج الأزمة